البعض اللي بيحاولوا يلوسوا الأدمغة والأفكار وكمان بيطمسوا الحقائق وبيزوروا ويزيفوا الفقه ويحطوا لأفكار سوداء طول الوقت أنا هقولك بصراحة وللعالم الذي يسمعنا كان المسلمون في قوة يوم كانوا يتحاكمون ويعملون بالإيمانيات وليس بعلوم العقيدة المذهبية الطائفية يوم كان الإيمانيات سهلة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله خلي بالك يوم كانوا في إيمانيات كان بالمستمين قوة لما ذهبوا إلى مدارس المعتزلة والمرجئة وفيما بعد بقى هيجوا لأراء ابن تيمية ومحمد ابن عبوهاب هيشتغلوا بعلم الكلام علم الكلام غير الإيمانيات والله وبياخدوا من ابن تيمية اللي عايزين ياخدوا لأن ابن تيمية نفسه نعم عنده تعديلات ومراجعات كثيرة نعم أخفوها دلوقت لما كان المسلمون يتحكمون إلى الشريعة كنصوص تشريعية يعني مثلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين بر وقصط ما هو ذا صورة الممتحنة نصا بر وقصط وآية محكمة ليست منسوخ ما كان المسلمون في مصر والشام وبلد فارس وكذا وكذا يتحكمون إلى هذه الآية بأخلاقهم حببوا الناس في الإسلام يوم أغفلوا التحاكم لهذه الآية وذهبوا إلى أقوال بشرية تحمل السواد والظلام يعني عندك مثلا فيه لغم اسمه إيه كتاب اسمه فتاة وعلماء البلد الحرام طبعة الجريعة في الرياض وبيوزع هنا بشراث أما يجي بقى إيه فلان وتركاء يقولوا لا تذهب إلى الكنيسة ولو لإظهار التسامح لا تلقي السلام على غير المسلم لا يجوز التهاني ولا التعازي جابوا الكلام ده منه أنا عند النص القرآني واضح أن تبروهم وتخصطوا إليهم إن الله يحب المخصطين وبعدين الكنيسة النهاردة الكنيسة مهفسية دور العبادة الآية 40 سورة الحج ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمة صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة دي الآية 40 سورة الحج الكلام اللي جابون متسلفة والدواعش والتنظيم الخاص للإخوان أو كنت تنسف أيام الإخوان لما طلع المفتي بتاحهم وقولك لا يجوز القاء السلام على المسيح ولا تهنئته أنا ردت عليهم وقتها قلت بالك قلت له لا يبقى أنت مش أرى القرآن أن تبروهم وتخصطوا إليهم يبقى ما أرى تشكتوا بالأحاديث في صيح مسلم بالسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح لكم مصر من بعد بلد يقال فيها القراض فاستوصوا بأهلها وفي رواية بأقباطها خيرا فإن لكم فيهم زمة ورحمة صيح مسلم قال إمام النووي في تعليقه على الحديث في رياض الصالحين طبعا قال الزمة والرحم ما أهاجر المصرية زوجه إبراهيم أمه إسماعين جد العرب العاربة عليهم السلام ومارية القبطية وخلي بالك شو بقى هنا رجاحة عقل الصحابة احتفظت بلقبها في حياة الرسول وصل الصحابة ولم يغير هذا اللقب مارية القبطية رد عليها السلام ما كانش فيه حساسية ما كانش بقى ظهر التنظيم الخاص للإخوان ما كانش ظهر الوهابية النجدية خدت بالك إلا الرسول قال عنهم لما وقف على حجرة السيدة عائشة رضي الله عنه وأشار إلى المشرق قال الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا يخرج منها الشيطان خدت بالك ما كانش الدعاوة دي ظهر كان المسلمون كما قلت لك يتحاكمون إلى النصوص الشرعية وكانوا يعملون بالدستير الأخلاقية الإسلامية يعني مثلا المسلمون كانوا يحفظون من كتاب الله ويعملون ولقد كرمنا بني آدم ما كانش هنا في عنصرية وطائفة ما كانش يقول لك لا للمسلمين فقط لا ولقد كرمنا مين بني آدم على الإطلاق الخلق مطلق وعام أي بشري النهاردة بقى الأفهام الضيقة السودوية الظلمية تريد أن تعمل نفسها وصايا على الله نفسه يقول لك إيه الجنة للمسلمين فقط طيب ومين من المسلمين ده أنتوا حتى بعضهم مش عارف يتفق لمين للإخوان ولا للسلفية ولا للشيعة ولا للصوفية ولا ولا ضيقوا واسعا نحن فيش وصايا في الإسلام على حد لأن مالك يوم الدين صح إن الله يفصل بينهم الخلق خلقه ربنا قال شوف آية فات لك كلمات أو أربعة آلة له الخلق والأمر أول تاني آلة له مين الخلق والأمر ما يجيش النهاردة غير من الأغرار أو مستشيخ من الروايبة اللي همه بالأموال النهاردة ركب السوشيال ميديا وكان قبل كده آآ تلاتين سنة كان لهم قنوات منسومة إلى الدين وقلت آآ دعم قنات مش عارف إيه الناس والرحمة فاتهي طريقك إلى الجنة مرة واحدة طريقة إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا فاطمة بنت محمد يا عمي العباس يا عمتي الصفية عليهم رضان الله اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا لا يأتين الناس بالأعمال وتأتون بالأخوال ماذا كده أو لا؟ ذكرنا بونا في صورة النجم قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلموا بمن اتقى عشنا أيام القنوات الدينية لا أعادها الله أنا بقولها لك بكل وضوح لا أعادها الله في مجتمع مدني وطني لأن كانت قنوات طائفية كانت قنوات مذهبية كانوا حرمية مولانا أنا أتذكر لما كانوا يعدوا حملات يطلوها في القنوات إياها دي وبعدين يمشوا بقى برجلتهم جوه النقابات والهيئات وحاجة زي كده اللي من التبرعات يقول لك إحنا هنتبرع لأهلينا في بلد كذا ده مش عارف نساعده ولاد الذين كانوا بياخدوا الفلوس يسرقوها ويمولوا بيها تنظيماتهم المسلحة والقنوات البتاعتهم اللي أنشأوها بأموال البترول في السبعينيات القرن الماضي وإنت جاي والله ما كانت بتخدم الإسلام كدين كانت بتخدم طواقف منتحلة في الدين تخلي بالك فرق بين الاتنين اللي بيخدم الإسلام الدين الأظهر فقط اللي بيخدم الإسلام الدين الأظهر فقط لأنه عنده تنوع فكري مذاهب أدبية مذاهب في اللغة العربية مذاهب في الفقه الإسلامي مذاهب في العقيدة قد تبالك والأظهر لا يكفر أحد لا نتبنى تكفر أحد من أهل القبلة إنما لما تيجل دول يقولوا عن نفسهم إيه الفرقة الناجية ده إسلام دين لأم هم اختزلوا الإسلام من أمة كنتم خير أمات أخرجت للناس إلى الفرقة الناجية ناجية أنت ضمنت كمان أنت جمال أعملت الأمة فرقة وبعدين عمل استغفر الله العلي العظيم عمل الفرقة ادعى أنها الناجية والمنصورة على فكر فرقة الناجية الأحاديث فيها مضطربة وأنا بقولها للإعلام أحاديث ستفترق أمتي على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة هذه الروايات متضاربة قال ابن حزم لم يصح في هذا الباب شيء الله أنا بقولها لك على المالة ومستعد نظر أي حاد هذه الأحاديث بتاعت ستفترق أمتي وفرقة ناجية فرقة إيه ناجية إيه هي أمة تبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله عز وجل المهم خدوا بقى كلمة الفرقة الناجية وغلفوها بغلاف سلف وسنة ومش عارف إيه وولاية والشيع يقول لك ألا البيت وهم يقولوا الصحابة والله العظيم كله افترق فأصدق لك في الآخر عشان الوقت ذهمنا يوم المسلمون يعودون والعود أحمد إلى الأركان الرئيس السلاسة الإيمانيات ويتركون هذه المزاهب في علم الكلام والمزاهب العقائدية يوم يتحكمون إلى النصوص التشريعية في القرآن الكريم والسنة ويتركوا أقوال الشازة والفتاوى المسيعة يوم يرجعوا إلى الإحسان أن تعبد الله كأنك ترافئ إن لم تكن ترافئ النوع إما ترجع إلى الإيمان والإسلام بمعناه الخاص والأخلاق هو ده الحليب الصافي المحق البيضاء الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما نطرق القرآن والسنة والعلماء الرسخين الحقيقين اللي هم مهمشين حاليا ويمشوا وراء كل زاعق وناعق ومستشيخ وجاهل يوم هتجد الفتاوى يا إما مسيسة يا إما مشوشة يا إما منتحلة ولكن نقول إن شاء الله تعالى مصر بلد أمن وأمان وسلم وسلام أيها المصريون قبر الخواطر لإخوانكم المسيحيين من لحوم الأضاحي حتى نشعرهم بأننا نحافظ على وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بأقباطها خيرا يا بلد منكم هاجر أم إسماعين ومارية القبطية ديننا أمن وأمان وسلم وسلام لأن نبينا وما أرسلناك إلا رحمة لم يقل للمسلمين فقط لكن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن الله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر